بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا حبيبي في الله إزايكم عاملين إيه يارب تكونوا جميعا بخير وصحة وسعيدة وعافية وساتر من الرحمن دايما يا رب حبيبي النهاردة هنتكلم عن قانون جميل جدا بغاية الجمال والروعة هيغير حياتك كلها مية وتمانين درجة قانون جميل اسمه قانون التركيز قبل ما نبدأ في الموضوع وندخل في الموضوع بتمنى من متابعين الكرام ياريت اللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد وما تنسونيش في اللايك وفي الكومنت اكتبوا لي تعليقات ودايما اذكروا الله في التعليقات خلونا ناخد ثواب ويبقى يا رب ان شاء الله صدق وجرية والدلع الخير كفى عائلو ربنا يا رب يجعلوا في ميزان حسن قطنا جميعا قانون التركيز يا جماعة قانون التركيز قانون جميل جدا لو بيجا تركزتوا هتلاقوا فرق كبير في حياتكو وان حياتكو بتتغير للافضل ان شاء الله بمعنى ايه قانون التركيز بمعنى ان انت كل ما هتركز على حاجة في حياتك انها هتحصل ان شاء الله هتحصل يعني انت ركزت على الخير على النجاح على كل حاجة جميلة هتلاقيها ركزت على القلم على النقص على الحسد على العين على المرض على المصايب هتلاقيها برضو حصلت وزادت في حياتك والعكس صحيح لو انت ركزت على الصحة والعافية والمال والجمال والوناسة هتلاقيها حصلت وزادت في حياتك اللي بيتقن سياسة التغافل بيرايح نفسه وبيرايح الناس حواليه ده مثلا مر من امامي وما سلمش علي طب ايه المشكلة خلاص ما يسلمش هو حر تزعل نفسك لي طيب ده ده انا سلمت عليه وما ردش علي السلام يا عم خليه ما يسلمش عليك عندك ملك فوق راسه هيرد عليك السلام بدل ما هو ما ردش عليك وشتان طبعا ما بين الردين كفاية ان انت هيرد عليك ملك فهتتضيق ليه ان انت سلمت عليه وما ردش عليك خلاص ما ردش انت عملت اللي عليك خليك انت الاحسن طيب ده فلان قابل احسانك ليه بالاساءة ومعروفك ليه بالجحود وخيرك ليه بالجفاء زعلان ليه ايوة انا معاكم الحاجات دي بتضايق وبتزعل بتخلي الواحي دي احسن بس خلاص انت عملت احسان بتعمل الاحسان ده بتغايمين عشان الشخص ده ولا عشان ربنا بتعمله في الاول في الاخر عشان ربنا عملت المعروف ده في حد وما تمرش فيه وقابله بجحود انت بتعمل عشان البني ادم ده ولا عشان ربنا عملت الخير ده ما ردش الخير بالخير رده بالجفاء والاسوأ انت بتعمل الخير ده بتبتغي مرضات مين في الاول في الاخر انت بتبتغي مرضات ربنا يبقى خلاص ليه لان كل اناء ينضح بما فيه حلو الكلام حلو الكلام طيب هنقول ان فلان دايما بيعرضك ورأيه عقص رأيك في غالب الاحيان ما تزعلش عادي جدا الخلافة الرأي لا يفسد للود قضية ايه المشكلة ان انت يبقى لك رأي معاكس لرأيه ما نعملش مشكلة طيب اعذاره متعددة ومبرراته دايما جاهزة بيعتذر كتير وبيطلع لك مبررات كتير تم تعدله سبعين عزر وبفعل بعد كده يعني التمس لاخيك سبعين عزر يا اخي التمس لاخيك سبعين عزر ايه المشكلة كل واحد لزروف انت ما تعرفش الزروف اللي قدامك ايه يعني بلاش نقف لبعض على الوحدة طيب هنقول في حد بيتكلم عنك كتير وبيكتر حواليك القيل والقال انت مش هتقدر تمسك لصانك سيب اللي يقول يقول ربنا علم بيك علم بنيتك علم بحالك علم بقلبك علم ان انت قدي انسان كويس وان انت بتعيفر وان انت تعبين وان انت شقين وان انت الحمد لله مع ربنا خلاص اللي يقول يقول انت مش مطالب ان انت تمسك الوحة وتحطها على ظهرك يا جماعة ان عكس اللي انت بتقولوه اللي بيقول يقول انت بتاخد سواب كبير خلاص سبهم دعهم في غيهم يعمهون حلو الكلام حلو الكلام طيب هنقول ان هم يعني والعيازه بالله بيتمنوا زوال نعمة عندك ربنا انا عم بيها عليك وانت حاسس بكده وهتولع بقى من الزعل وزعلان وازاي هم بيتمنوا كده وبيحسدوك على نعمة ربنا ادهيلك هي مش عندهم سبهم الحسد اول ما بيقتل بيقتل صاحبه الحسد ده بيبقى النار بتولع في صاحبه والعيازه بالله ربنا يكفينا يا رب شر الحسد والحسدين ويبعد عننا العين يا رب يكفينا شرهم يا رب ويبعدهم عننا يا رب بعض السماء عن الارض سبهم هم يعني يقول الاسكار وربنا ان شاء الله يحميك طيب هم بيستصغروك وبيحتقروك وبيقللوا من شأنك بيستصغروك وبيحتقروك وبيقللوا من شأنك طبعا اكيد هتبقى متضايق وزعلان ان ما فيش تأذير بيقلوا دايما منك طيب احنا هنقول ان في زبابة قتلت النمرود ونملة اوقفت نبي الله سليمان وحصل ايه كمان البعوضة اللي كانت بتدمي مقلة الاسد خليهم خليهم انت خليك واثق في نفسك عندك ثقة ويقين في الله عندك ثقة في نفسك خليهم انت ايه انت انسان كبير انت انسان كويس انت انسان عظيم ما تخليش ده آآ يزععلك او يحزنك طيب في بعض من الناس بيصبطوا عزمتك وبيطفوا حماسك كده ان انت عايز بقى حاجة يقلله وآآ عارف يعني انت عارف ان قدراتك كويسة في حاجة معينة برضو بيهبطوا منها وبيهبطوا من عزمتك هقولك حاجة اذا انت عارف قدر نفسك وقدراتك كويس جدا ما يهمكش كلام الناس يقولوا زي ما يقولوا خليهم خليك واثق في نفسك خليك واثق في احساسك خلي عندك حماس خلي عندك سخة في نفسك كفاية ان ربنا عارف انت ايه وكفاية ان انت آآ معاملتك الطيبة ما بين الناس خير دليل الانسان موقف مش كلام فما تخليش حاجة كلمة ما لهاش اي لازمة تقلل من عزمتك او من قدراتك او تطفي حماسك لا ما تخليش ده يقصر فيك طيب هما بيعيبوا عليك وبيلوموك على صمتك على قلة كلامك هقولك ايه هقولك ان الاواني الفارغة اكثر دجيجا من الممتلئة يبقى احنا كده قلنا مع بعض عشر حاجات عشر حاجات انت لو ركزت فيهم هتنجح في حياتك لو انت مدتش فرصة للناس دي ان هي تأثر عليك وتغير منك او تقلل منك او او تطفي حماسك او تهبط عزمتك او تصصغرك ركز في كل الكلام ده وتجنبه عشان تعيش عيشة كويسة في الاخر انا لا ابحث عن مكان في قلب كل انسان بل ابحث عن ايه عن فردوس عند رب الجنان انت مش عايز مكان في قلب اي حد وفي قلب كل الناس لأ انت عايز مكان واحد اللي هو ايه في الاخر اللي هو الفردوس الاعلى يا رب اللهم من يسألك الفردوس الاعلى من الجنة امين يا رب العالمين احنا بندور عن الاحسان والتعامل مع الناس اللي ان شاء الله الناس كويسة مش هتنسيه فما تندمش على لحظات انت اسعدت بها حد حتى لو ما كانش يستحق هو لو ما كانش يستحق فانت تستحق ان انت تبقى كويس اعمل الخير في اهله وفغير اهله فان وقع في اهله فانت اهله وان لم يقع في اهله فخلص يعني انت عملت اللي عليك كن شيء جميل في حياة اللي بيعرفك واللي ما بيعرفكش وكفاية ان احنا لنا رب هجزينا بالاحسان احسانة كفاية ان ربنا عالم بنا وهجزينا خير ان شاء الله زرعين بيحبهما ربنا سبحانه وتعالى زرع الشجر وزرع الاصر فاذا انت زرعت الشجر ربحت ايه زل وسمر واذا انت زرعت طيب الاصر حسدت محبة الله ثم البشر فخليك دايما واثق في ربنا ان ربنا رب قلوب وعالم بيك وبحالك وبقلبك وبنيتك الجميلة خليك اوي خليك انسان ايجابي خليك متفائل خليك عندك ثقة ويقين في الله ان ربنا ان شاء الله هيكرمك وهيعودك خير فما تزعلش وما تحزنش دعهم في غيهم خلاص سبهم ربنا رب قلوب حبيبي في الله اه سعيدة جدا ان اطلعت معاكم الدقيق الجميلة دي بتمنى كل من متابعين الكرام اللي ما شاركش في قناتي لحد الوقت يشتري في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد واتمنى انتو تعملوا لي لايك وكومنت مشاكلك وحاجة وياريت الكومنت كل يكون عامل بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب نسلي على سيدنا محمد نكتب آآ البقية الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر نعلم في كومنتات بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب نختم كلامنا بحب الكلام والذكري الى الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي قيم وأتوب إليه عدد خلقه ورضع نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون والحمد لله رب العالمين حبيبي في الله أشوفكم قريب إن شاء الله في فيديو جديد أسيبكم في حفظ الله ورعايته فأمان الله شكرا